بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة مادة Visual Programming لطلبة المرحلة الثالثة قسم IT في نوان هذه المحاضرة كيف تضغط محاضرات للمشاهدة باستخدام Visual C بالبداية أحب أن أعرف وقت رئيسياً للمبرمج وهما Design Time و Run Time Design Time أقصد بكل ما يقوم به المبرمج قبل عملية تنفيذ البرنامج والذي تتضمن أولاً سحب الـ Control من Toolbox الخاص به وإضافته على Form ثم التعديل عليه من خلال ويندو الخصائص ومن ثم كتابة الكود هذه نسميه Design أما الـ Run Time فهو عبارة عن خطوات برمجية رح أكتبها تقوم بنفس العمليات التي ذكرناها سابقاً لكن خلال عملية تنفيذ البرنامج الهدف الرئيسي لهذه المحاضرة هو كيفية كتابة برنامج يقوم بخلق Control خلال Run Time والتعديل على خصاص هذا الـ Control ومن ثم كتابة Event خاص بهذا الـ Control أعلمنا سابقاً أنه عندما أعرف متغير عبارة عن Control فأعني به يعني هنا لدينا C وعبارة Control فما أعني بها C أما تكون تيكس بوكس ليبل مينيوز وهذه رح أستفال من عندها بمحاضرة هذا اليوم البرنامج التالي يوضح كيفية خلق Button وإضافته على الـ Form الرئيسي للبرنامج والتعديل عليه وإضافته لـ Event وهذا كله رح يتم رح يتم من خلال كتابة Code وهذا الكود رح ينفذ خلال الـ Run Time رح أستخدم الـ Form Load الـ Event Form Load بالبداية رح أعدل من خلال الـ Form اللي هي الـ Background Color Size The Takes The Title مع الـ Form الشيء الثاني رح أبدأ أكتب خطوات برمجية اللي يخلق Button بالـ Run Time رح أعرف متغير TXT بعنوان Button ومن ثم أقول له New Button يعني يخلق لي Button جديد الخطوة اللي بوراها رح أقول TXT.Click يعني هنانا رح أعرف Event لهذا الـ Button ورح ينفذ برنامج اسمه Show Message خطوة الثانية يستخدمي هذا الـ Add حتى أضيفه لهذا الـ Control TXT إلى الفور الخطوات اللي بعد Format Controls رح نشوف هي عبارة عن تعديل من خصاص هذا الـ Control اللي هو Button اللي أساساً أنا خلقته بالـ Run Time اللي رح يضمن عن الـ Takes Location Size والـ Buck Color آخر الخطوات هي رح أعرف البرنامج Show Message اللي هو عبارة عن إظهار عبارة Create Control and Run Time إذا عدنا اللاحظ من خصاص كتابة البرنامج الجيدة إنه أنا أضيف له Comments أثنين أستخدم متغيرات كأسماء تشير إلى الـ Buttons يعني TXT فعلياً يشير إلى أنه Buttons الآن هذا البرنامج غير من خصائص الـ Form وأضاف Control Button وغير من خصائص هذا الـ Button وأضاف Hunter لهذا الـ Button كله خلال الـ Run Time كما نلاحظ أنه هذا البرنامج من النفذة دارك تلاحظ هاللي فون موجود عليه Button اسمه Click Here ومن تضغط بالموز على Click Here سيطلع لك المسيج يقول لك Create Control and Run Time بالنهاية الغرض من هذه المحاضرة هي كيفية خلق Button وتغيير خواصة وإضافة إلى Event كل هذا يتم خلال الـ Run Time وتقريبا وتقريبا هذه المحاضرة إفتاح على المشاهد تقريبا على المشاهد